الموعد والاقتصادي من قناتكم الجزائري الدولي أهلا بكم بداية شارك وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب اليوم السبت في أشغال الاجتماع الخامس والثمانين بعد المئة لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بلاس عبر تقنية التحضر المرئي عن بعد خصصا الاجتماع لبحث القضايا المتعلقة بإدارة وعمل الأمانة العامة لمنظمة أوبك وفي الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لدول أوبك والدول خارج أوبك أوبك بلاس كما سيشارك عرقاب الأحد في أشغال الاجتماع السادس والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة وعكذا في الاجتماع الوزاري لأوبك بلاس حيث سيناقش المشاركون الوضع الحالي لسوق النفط دولي وتوقعاته على المدى القصير حدد الاتحاد الأوروبي سعر نفط الروسي بستين دولارا للبرميل بعد موافقة بولندا قال السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أوندري سادوس إن بلاده وافقت على اتفاق الاتحاد الأوروبي الخاص بوضع سقف سعري لنفط الروسي المنقول عبر البحر عند الستين دولارا ضمن آلية نهائية تتضمن بندا يقضي بمراجعة سقف سعر النفط الروسي بنسبة أقل من خمسة في المائة من متوسط أسعار النفط الروسي في السوق ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية الأحد المقبل انخفضت العقود الآجلة للغازية الطبيعي في الولايات المتحدة بسبعة في المائة بعد تأجيل إعادة تشغيل منشأة فيربورد وقالت شركة فيربورد إن المنشأة تابعة لها في تيكساس لتصدير الغاز الطبيعي المسال من المتوقع أن تعاود العمل بحلول العام 2023 وتضررت أسعار الغاز الطبيعي من التوقعات بتقسي أكثر اعتدالا في الولايات المتحدة ما قلص الطلب على الخام لأغراض التدفئة وشهدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تراجعا بنحو 11% في إجمال تعمل الأسبوع وقعت شركة شيفرون الأمريكية اتفاقا رسميا مع فينزويلا لاستئنا في نشاطها لإنتاج النفط في كاركاس الاتفاق الذي وقع بين الجانبين في العاصمة الفنزويلية جاء بعد توقيع مادور اتفاقا بشأن لاجل وضعي الإنساني واستمرار تفاوض العمل على قضايا البلاد الأخرى الاقتصادية والسياسية ويتبعد فرض قيود على تلقي فينزويلا مدفوعات بيع الخام وكذا على استئناف تطوير أي حقول أو مشروعات جديدة إلى عدم الضعر من احتمال حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي هذا الشتاء مشيرا إلى إمكانية تجنب ذلك في حال جرى تخفيض الاستهلاك بنسبة 10% وفقا للخطة التي قدمتها الحكومة الفرنسية لا داعي أبدا للضعر هناك عمل مشروع تقوم به الحكومة للاستعداد لحالات الطوارئ وهذا يشمل بالطبع قطع الكهرباء لبضع ساعات في اليوم إذا كانت هناك ندرة من الطبيعي أن تستعد الحكومة للأوقات الصعبة فكما تبين لنا خلال السنوات الأخيرة يحدث أحيانا ما لا يمكن تصوره أفدى تقرير صادر عن ماهدي سويس راي أن إجمالية الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية سيصل إلى 160 مليار دولارا خلال 2022 التقرير السنوي ذكر أن الرقم المذكور أقل بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي غير أنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط السنوات العشر البالغ 207 مليارات دولار وأن الخسائر المؤمن عليها من المتوقع أن تصل إلى 115 مليار دولار هذا العام بأقل من 6% أقل من العام الماضي آخر خبر في النشرة الاقتصادية المسائية يمكنكم متابعتنا عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة